هذا وأكد وزير الإسكان مجد الحقيل أن تحول دور وزارة الإسكان من المخطط والمنفذ إلى دور المحفز والمنظم والمراقب هو تحول كبير في دور الوزارة الاستراتيجي حيث حرست الوزارة خلال عام 2016 على العمل على ثلاثة محاور تكمن أهميتها في استدامة منظومة الإسكان بشكل خاص تحول دور الوزارة من المخطط المطور المنفذ إلى شراكة حقيقية وهو دور المحفز والمنظم والمراقب فهذا تحول كبير في دور الاستراتيجي لوزارة الإسكان خلال عام 2016 عملنا كثيرا على ثلاث محاور مهمة ونعتقد هي أهميتها كونها هي استدامة منظومة الإسكان بشكل خاص الأول تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة نحن دائما نتحدث عن غلاء الوحدات السكنية نحن دائما نتحدث عن صعوبة الحصول على المنتج الإسكاني جميع الإحصائيات كانت تثبت هذا الكلام لانتفاء أو عدم توفر بشكل مناسب الوحدات السكنية السعرية من 200 ألف إلى 800 ألف ريال سعودي بينما كان هناك عرض مناسب من الوحدات السكنية التي يكون سعرها من 800 ألف إلى وعلى دورنا أنه كيف نحفز في وزارة الإسكان الوحدات السكنية المتنوعة لجميع فئات الدخل المختلفة وأحجام الأسر المختلفة وذلك من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لبناء هذه الوحدات السكنية اشتركوا في القناة